السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله هنتعلم مع بعض ازاي نظهر جميع المميزات الخفية اللي موجودة في ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتشي تو لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معايا الفيديو لنهاية الخطوة الاولى اللي احنا هنعملها ان احنا نفتح المتصفح الخاص بنا ونجي في خانة البحث نبدأ نكتب كلمة اه نضغط على انتر من لوحة المفاتيح هنروح رايحين على الخيار الاولاني طبعا ده موقع جيت هاب موقع من اكتر المواقع الموثوقة في العالم نضغط عليه وانا انتظر لحديث مصفحة الموقع يتحمل معانا هتبدأ تظهر معانا الهداة اللي احنا نشتغل بها اللي هي تمام هنبدأ ننزل تحت هنجي هنا لنقطة مهمة جدا لو حضرتك المعالج بتاعك انتل هتاخد الخيار الاولاني لو انت المعالج بتاعك سناب دراجون تاخد الخيار التاني طبعا انا المعالج بتاعي انتل او اي ام دي هبدأ ااخد الخيار ده هضغط عليه هنتظر لما تبدأ عملية التحميل زي ما حراك شايف كده بدأت عملية التحميل طبعا الملف صغير جدا ما خدش معايا ثواني في عملية التحميل بعد ما حملت الاداة كل اللي انا هعمله هبدأ افق الضغط من عليها اقف عليها هبدأ اضغط على فتح انتظر طبعا لما يتم فك الضغط عن الاداة هبدأ اضغط على استخراج الى وبعد كده اضغط على موافقة الخطوة اللي بعد كده ان انا هقف على الاداة ولما اجي افتحها اتأكد ان انا بمجرد ما اضغط عليها ضغطة واحدة يظهر على طول الملفات اللي موجودة داخل الاداة نبدأ نعمل خطوة مهمة جدا هو ان انا اغير الاسم بتاع الاداة كل اللي انا اعمله انا همسح بس بعض من الحروف ابدأ امسح تمام كده هوت لحديت ما اخلي الكلمة اللي موجودة بس هي كلمة فايف تولز زي ما احرك شايف كده انا خليت الاسم بتاع الاداة فايف تولز ابدأ ااخد الاداة خاص وارح رايح على جهاز الكمبيوتر الخاص بيا افتحه وبعد كده اروح رايح على اللي هو القرص المحلي واجه في اي مكان فاضي ابدأ اعمل عملية لسق للفولدر اللي فيه الاداة زي ما احرك شايف كده الخطوة اللي بعد كده اروح رايح على خانة البحث وابدأ اكتب CMD طبعا هيظهر معايا CMD ابدأ اشغاله كمسؤول دي خطوة مهمة جدا انتظر لحديث ما CMD يفتح معايا ابدأ اخده كده على جنب ابدأ انافذ مجموعة من الاوامر بالترتيب كل اللي انا هعمله هاخد الامر الاولان ده ده طبعا المسار بتاع الاداة حضرتك طبعا انا خليتك تغير اسم الاداة الى five tools واحنا حطناه في برتشن اسي هاخد المسار ده الاول هاخده نسخ طبعا ياريت حضرتك تعمل نفس الخطوات اللي انا عملتها بالضبط عشان الطريقة تنجح معاك زي ما احرك شايف كده لسقته في CMD هبدأ ااخد بقى الاوامر دي امر امر وابدأ اعمله كوبي ولسق في CMD واضغط على انتر ممكن احتاج ان انا اضغط على انتر وممكن بمجرد ما اضغط ضغطة واحدة على الامر هيتم تنفيذه بنجاح زي ما احرك شايف كده كل الاوامر بيتم تنفيذها بنجاح كل اللي انا مطلوب مني ان انا هعمل لسق لكل هذه الاوامر عشان تظهر طبعا جميع المميزات الخفية اللي موجودة في ويندوز 11 بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الاوامر في CMD كل اللي مطلوب من حضرتك ان انت هتبدأ تعمل له عملية اغلاق وتبدأ تعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر الخاص بيك هتبدأ طبعا تروح على قيمة ابدأ وتعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر طبعا المزايا دي عشان تبدأ تظهر معك لازم تعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر فانا طبعا هعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر وارجع ليك مرة تانية عشان اوري ليك ان احنا كمنا بتفعيل هذه الخصائص بنجاح تابع معي الفيديو. بعد ما عملنا عمليت ريستارت لجهاز الكمبيوتر بتاعنا هتبدأ تظهر كل المميزات الخفية اللي موجودة في ويندوز حدوشر. لو حابب ان انا اتأكد هروح رايح على قيمة ستارت هضغط عليها زي محرك شايف كده هتظهر معي قيمة ستارت بالشكل الجمالي ده. لو ما ظهرش معاك طبعا اللي هو الهاتف الخاص بيك. كل اللي انت هتعمله هتضغط على اعدادات البدء. هنفع اي مكان فاضي في قيمة ستارت. وتبدأ تنزل تحت كده هتلاقي ان الهاتف المحمول بتاعك غير مفاعل. هتبدأ انت حضرتك تفعله. لو انا اخفيته زي ما حراك شايف كده هرجع مرة تانية القيمة تبدأ هلاقيه اصبح مش موجود. طب عايز ارجعه زي ما كان. هتبدأ تضغط عليها. هيبدأ يرجع لمكانه. طيب في ميزة كمان ان انت ممكن تعمل عملية طي. يعني انا ممكن اخفي الهاتف. ممكن اظهر الهاتف. زي ما حضرتك شايف كده. من ضمن المزايا الخافية اللي احنا اظهرناها في ويندوز حداشر هي قائمة الاجراءات باستخدام الزكاء الاصطناعي في التعامل مع الصور. انا عندي صورة هبدأ اقف عليها كليك يمين. وانتظر لحديد ما تظهر معي قائمة بعد اظهار هذه القائمة. زي ما حراك شايف كده اظهر حاجة عندي فوق. اسمها اجراءات الزكاء الاصطناعي. طبعا فيه حاجة اسمها البحث المرقي باستخدام بنك. والخلفية مموهة باستخدام تطبيق الصور ومسح العناصر باستخدام تطبيق الصور وازالة الخلفية باستخدام الرسام. طبعا الاجراء ده ما كانش موجود قبل كده احنا اظهرناه. طبعا انا هترك ليك طبعا ان انت تجرب كل خاصية من الخواص اللي ظهرت معاك في الفيديو بازن الله. من ضمن المزايا الخافية اللي احنا اظهرناها في الويندوز هي ان انا هبدأ اغير مكان اعلامات رفع الصوت والاضاءة بتاع الكمبيوتر. يعني زي ما حضرك شايف كده لو انا حابب ان انا ارفع الصوت هتلاقي ان الاعلامات بتبدأ تظهر فوق. ممكن اغير مكانها في اي مكان انا حبه. طب هنعمل ده مع بعض ازاي? واللي انت هتعمله تضغط على قيمة start وبكات روح رايح على الات. انا انتظر من الاعدادات على النظام ومن النظام هنروح رايحين عند حاجة اسمها الاعلامات. نضغط عليها وبعد كده نبدأ ننزل تحت. زي ما حرك شايف كده هتبدأ تغير المكان. هنا انا مختار اعلى الوسط. ممكن اخليها اعلى اليسار. لو انا ضغطت على المفتاح هتلاقيه اتنقل لاعلى اليسار. ممكن ارجعه تحت الى اعلى الوسط او اسفل الوسط. تمام? وهبدأ اظهره. زي ما حرك شايف كده انا غيرت مكانه. نفس الكلام برضو لمفتاح الاضاءة بتاع الويندوز. لو انا حابب بقى انا نرجعه لمكانه مرة تانية. اعلى الوسط. وهبدأ اجرم مسلا الاضاءة زي ما حضرتك شايف كده مفتاح الاضاءة بقى موجود فوق. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.